شد وجذب يتنازع الخبراء الاقتصاديون والطبقة السياسية بشأن موضوع الربط السكاكي بين العراق وإيران فبينما يرى مسؤولنا حكوميون أنه يعود بمكاسب اقتصادية والسياسية للعراق يرى آخرون أنه سيلحق الضرر بالموانئ العراقية من خلال حرمانها من أجور وعوائد السفن والويكلات والخدمات البحرية بالرغم من ذلك هناك من يرى أن الموضوع برمته ممكن أن يكون ورقة رابحة بيد المفاوض العراقية إذا أحسن استخدامها لإعادة شط العرب إلى ما كان الحال قبل اتفاقية عام 1975 وفتح منافذ المياه التي أغلقتها والسؤال الأهم لماذا تسعى إيران جاهدة لإنجاز هذا المشروع؟ الجواب ببساطة هو محاولة طهران إيجاد متنفسا اقتصاديا ومنافذ لكسر الحصار الخانق الذي تفرضه عليها واشنطن بالتوازي مع تحركاتها الأخرى المتعلقة بفرض الوجود والنفوذ على حساب اقتصاد العراق الذي يشهد الكثير من الأزمات وتبلغ تكلفة المشروع الذي يعد المرحلة الأولى من مشروع أكبر يهدف إلى ربط إيران بميناء اللذقية السورية والذي تتطلع طهران لتولي إدارته على شكل استثمار طويل الأمد مقابل إسقاط ديونها على النظام السوري 150 مليون دولار حيث تمتد السكة على طول 32 كم وتنفده مؤسسة المستضعفين الإيرانية في القسم الثاني تقوم إيران بمد الخط من البصرة حتى كربلاء ومحيط بغداد ومنها إلى الحدود السورية على أن تسترد المبلغ لاحقا من العراق أما القسم الثالث فهو عبارة عن إعادة تجهيز الخط الحديدي الذي يربط دمشق ببغداد عبر شبكة سكك حديدية تجارية سابقة تصل أهم المدن السورية كدمشق وحلب بمدن الموصل وبغداد بتمويل إيراني وسط تحذيرات من تعميق حجم النفوذ الإيراني في العراق والسوريا عبر المشروع ويحذر خبراء من مخاطر اقتصادية على الموانئ العراقية في حال أبرم العراق اتفاقية للربط السككي مع الكويت أو إيران لأنها ستؤدي إلى انتعاش موانئ إيران والكويت مقابل شل الموانئ العراقية وعلى رأسها ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر إذ تأمل بغداد أن تكون نقطة وصل رئيسية لتجارة العالمية نحو أوروبا وفق ما يعرف بمشروع القناة الجافة